مرحباً أهلاً وسهلاً بالجميع في فيديو اليوم وبإذن الله تعالى سوف نقوم بحال فرض الفصل الأول في مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ سنأولى متوسط النموذج رقم واحد أو النموذج الأول لنبدأ لنبدأ يعني امتحان اختبار الفصل الأول في مادة اللغة الإنجليزية هنا أولاً الثالتكست اللي أول حاجة حنساتها في سجينتنا هو النص عندنا النص داعين بنقرم هلاو اجرائي هلاو اجرائي هلا اجرائي ه�� هزالا هيونس أشراً 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 I am from Algeria and I live in Biskra I am a pupil at Benhidi Middle School ناس ميلي وال إذن عدنا هذا هو النص إنت عنا عندي قال لي هنا هو التلميذ اللي هو يتكلم قال لي Hello friends! مرحبا أصدقائي Hello مرحبا Friends أصدقائي Hello friends! My name is Yunus يعني اسمي يونس My name is معناها اسمي يونس هو اسم My name is Yunus يعني اسمي يونس I am eleven years old يعني عمري أحد عشرة سنة أحد عشرة سنة عطانا the name يعني الإسم عطانا the age يعني العمر قالنا My name is Yunus I am eleven years old I am from Algeria and I live in Biskra أعطانا the country وعطانا city The country هنا أو البلد اللي هو الجزائر قالنا أنا من الجزائر I am from Algeria وأعطانا the city اللي هي المدينة اللي يعيش فيها قالنا I live in Biskra يعني أعيش في بسكرا I am a pupil at بنمهيدي Middle School يعني أنا تلميذ أو طالب في مدرسة في متوسطة كي ما نقولوا Middle School معناها متوسطة في متوسطة بنمهيدي Nice to meet you all يعني قالنا سريرت بلقائكم جميعا يعني ويقدرثان يقول كي نقول أو نبغى نعبر الإنسان باللي سريرت بالمعرفة نقدر نقول nice to meet you Glad to meet you أيضا إذن عدني هذا ونص نعرض نقراه مرة بشي ترسخنا في دماغتنا ونقدر نجابها للأسئلة لأن تقريبا الأسئلة سيكون حول النص Hello friends My name is Yunus I am 11 years old I am from Algeria and I live in Biskra I am a pupil at بنمهيدي Middle School Nice to meet you all And now the questions والآن مع الأسئلة عندي part 1 عندي أولا نحن بدأ بالجزء الأول وهو reading comprehension يعني على حسب ما قرأت الأسئلة هنا أو للأسئلة تعويل عن comprehension رح يكونوا على حسب يعني كما قرأت في النص داعي Task number 1 التمارين الأول I color the correct answer يعني ألونا الإجابة الصحيحة أعطانا مجموعة من الجمل عندي جملة الأولى والجملة الثانية عندي يونس is 10, 11, 12 يعني نحتاجنا هنا مجموعة من الأجوبة يونس عمره 10 يعني عشر سنوات أولا نخبر الثاني نقوله يونس is يونس هو 10 يعني عشر سنوات 11 11 سنة 12 يعني 12 سنة نحن نلونو الإجابة الصحيحة هل يونس عنده عشر سنوات 11 عشر سنة أو 12 سنة أما بنسوال الجزء الثاني عندي يونس is from يونس من فرانس يعني من فرنسا انجلند من انجلترا أو من الجزائر فرانس انجلند and الجزائر إذن عندنا هذا مجموعة من البلدان نحن نخيره وحدة إذن الآن نحن نبدأ ونلونه I color color معناها نلون the correct answer الإجابة الصحيحة يونس is يونس عمره هو هنا وجعلنا قلنا I am 11 years old عمري 11 سنة إذن شنلونه نلونه 11 يونس is 11 years old يعني عمر يونس هو 11 سنة يونس is from يونس من فرنسا انجلند يعني انجلترا أو الجزائر الجريا هو جعلنا قلنا I am from Algeria يعني أنا من الجزائر I am from Algeria إذن لونه الجريا يونس is 11 years old and he is from Algeria يعني يونس عمره 11 سنة وهو من الجزائر نروح للسؤال الثاني أو الثمانين الثاني and now we have the second task I read and check the correct box يعني هندي التمرين الثاني قال لي أقرأ وأضع هذا العلامة اللي هي علامة صحيح هذه قدام the correct box the correct box يعني كما نقوله المرباء الصحيح أو الخانة الصحيحة أعطى لي ثلاثة جمل ليهما يونس lives in Batna يونس يعيش في باتنا he is a pupil هو تلميذ he is at هو يدرس في متوسطة محمد عرعار middle school يعني middle school عنها متوسطة عندي true عندي false عندي صحيح وعندي خطأ يعني رح نضعوا هذه العلامة أو العلامة صحيحة قدام true إذا كانت الجملة صحيحة و false إذا كانت الجملة خاطئة عندنا أولا هوا كينس قدامي يونس lives in Batna يعني يونس يعيش في باتنا يعني يونس يعيش في باتنا he is a pupil يعني هو كينس قدامي تلميذ هنا هنقوله صحيح لأنه قللي I am a pupil at قللي أنا تلميذة في متوسطة بن مهيدي أو متوسطة أو متوسطة هي middle school في متوسطة بن مهيدي لكن هنا وش قللي قللي هو تلميذ في متوسطة عرعار محمد هنا هنقوله خطأ لأنه قللي I am a pupil at بن مهيدي middle school يعني متوسطة بن مهيدي Now we have task number 3 يعني عندنا التمارين الثالث I match each word with its meaning I match each word with its meaning يعني نربط كل كلمة مع المعنى نتحة عندي هنا the word يعني الكلمة وعندي هنا the meaning يعني المعنى نبدأ استعب الكلمات hello blue five and my name and my name عندي hello مرحبا blue اللون الأزرق five خمسة و my name يعني اسمي المعنى number يعني هو رقم hi معناها مرحبا i am معناها انا اكون و color يعني اللون هنا راح نربط كل كلمة بالمعنى نتحة معدنا اولا hello معناتها هو hi hello hi يعني عندهم نفس المعنى لهو مرحبا لكن الفرق هنا هو انه hello is formal or a formal greeting يعني hello كما نقوله رسميا نقوله هالواحد ما اكبر منا او اكبر كما نقوله مكانة منا اذا نقوله hello اما بنسبة للكون واحد يعني كما نقوله صادق او انسان نعرفه وانسان قريب لي وما نقوله hi hello is formal and hi is informal a little bit not too much عدنا blue يعني ازرق ازرق هو عبارة عن لون blue is a color عدنا five is a number يعني خمسة هو عبارة عن رقم a number my name نقدر نستبدلها ثاني ب i am i am ويكون بعدها ال name لازم يكون بعدها الاسم i am my name is محمد يعني هذا الزوج يعوض بعضهم محمد now عندنا جزء الثاني وهو mastery of language يعني البناء اللغوي يعني هنا نتكلم عن اللغة عندنا الثمين الأول i fill in the gaps with the missing words يعني املأ الفراغات بالكلمات المفقودة عندي what my يعني ماذا my معنى كما يقولوا شيء يخصوني my pen يعني قلمي name is يكون عندي hello راح نكملو الفراغ هنا بوش حنكملوه name اسم بوش حنكملوه انس hello gap a gap name a gap or another gap and انس a gap is your what is your يعني هنا راح نكملوه نكسبو كلمة is your هو what يعني هنا اه وشي هو الكلمة اللي حنحنحطوها هنا هنا وعدنا علامة استفهام اولا عندي الكلمة hello my name يعني اسمي يكون my name is hello my name is what is what is what is يعني ما هو ما هو your يعني حاجة تخصك what is your name ما هو اسمك hello my name is anas what is your name now we have task number two or the second task انت من الثاني I match each question with its answer يعني نربط كل سؤال بالاجابة انت عطي مجموعة بالاسئلة question and answer يعني الاجابة والسؤال اندي اولا للاسئلة what is your name يعني ما هو اسمك how old are you يعني ما هو عمرك أو كم عمرك where do you live يعني اين تعيش اما بنسبة الاجابات I live in عنابة اعيش في عنابة my name is Aya اسمي Aya and i am 10 years old يعني وعمري عشرة سنوات رح نربط اولا الاجابة انت السؤال what is your name يعني ما هو اسمك عندي my name is Aya اسمي هو Aya how old are you يعني ما هو عمرك أو كم عمرك I am 10 years old يعني عمري عشرة سنوات where do you live يعني اين تعيش I live in عنابة يعني اعيش في عنابة والآن عندنا task number 3 ثمانية ثالث يقال لي I put each words in the right place يعني اضع كل من هذه الكلمات في المكان الصحيح عندي monday i may and my عندي monday يعني الاثنين i انا may شهر may و my معناها كما اقولوا حاجة تخصني او ضامير يدل على انو حاجة تخصني my pencil my pen وعندي هنا a وعندي هنا i يعني حسب النطق اولا نحن نركز اكيد على النطق monday monday رح تكون في الخانة هذه لانو نطقتها a عندي i نطقتها اكيد i may may نطقتها a اي شهر may اما my او ضامير my فانا هكي ما نقولوا هو ضامير نضيفوه للكلمة او في بداية الكلمة كي نبغاو نثبتو بلي هاذ الحاجة تخصني مثلا my pencil my book my copy book اذا monday and may a i i my i المدينة اللي نعيش فيها او نقدروا ثاني نعرضوها بتاون city ولا تاون اذا لدينا اولا نايم is hanan age 11 years old يعني العمر 11 سنة school المدرسة راح نكتبوا المدرسة او كل واحد يكتبوا المدرسة او داعو عار عار محمد middle school نقدروا ثاني نزيدو و city batna يعني الولاية هي batna وهنا ايضا بنسبة الاسم نقدروا نزيدو the family name اللي هو اللقب او الاسم كما قلو تعالى اليه kain the first name اللي هو الاسم الاول و last name the first name مثلا حنان يونس احمد مروة اما the family name معناها اللقب مثلا smith زايد اللقب داعك even name hanan age 11 years old school عرار محمد middle school of course city batna and at the end thank you so much for watching goodbye see you next time and if you like this video don't forget to give this video a big thumbs up in 5 4 3 2 1 yay goodbye bye 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 bye